اشتركوا في القناة الاعلام الوطني كشريك فاعل في تعزيز وطيرة التقدم على مختلف الاصعدة وتحقيق الاهداف الوطنية للنمو التقدم المستدام ضمن الخطط والبرامج التي تتبنها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى ذلك تبع المجلس ما تم بشأن تنفيذ التوجهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه ووجه بمواصلة تبني المبادرات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي في المجالات الزراعية والحيوانية والبحرية وتزيد من حجم المنتج الوطني بما يكفل تأمين الغذاء واستدامته وسلاسل الإمددات وذلك في ضوء الاطلاع على المذكرة المرفوعة في هذا الشأن من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فيما كلف المجلس وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف مراقبة أسعار المنتجات وضمان توفرها وفقاً لاحتياجات السوق الاستهلاكية ثم أشهد المجلس بمسارات التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشرعية وما تحقق على صعيده من نجاحات من أجل تنمية الوطن وتحقيق تطلعات المواطن معرباً المجلس عن الشكر والتقدير للدور الذي يطلع به مجلساء النواب والشورى في مختلف الجهود الوطنية الموجهة لصالح الوطن وأبنائه وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفضل دور الإعقاد الرابع من الفصل التشريع الخامس لمجلسي الشورى والنواب بعدها أعرب المجلس بمناسبة اليوم العالمي للتمريض عن تقديره للدور الذي تطلع به الكوادر التمريضية في تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية بعد ذلك أدان المجلس الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة معرباً عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة والشعب المصري الشقيق ومؤكداً تأييد مملكة البحرين التام لكل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها بعدها قرر المجلس مايلي أولاً الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن وضع إطار عام نموذجي لمذكرات التفاهم بين وزارة الصحة والجهات التي يتم الإبتعاث لها للعلاج في الخارج لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأراء في مجالات التشخيص والعلاج مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى ثم استعرض المجلس الموضوع التالي تابع المجلس آخر مستجداد ظهور مرض التهاب الكبد مجهول المصدر للأطفال في بعض البلدان حيث اطمأن المجلس على خلو مملكة البحرين من هذا المرض وكلف وزارة الصحة بمواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطورات التقصي الوبائي لهذا المرض عالميا والاستعدادات للتعامل مع أي مستجدات بهذا الشأن وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وزيرة الصحة بعدها أخذ المجلس علما بالتقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضارية الجديدة والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين لشهر مايو 2022 ترجمة نانسي قنقر